أشكر جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة على كلمته والآن أعطي الكلمة إلى صاحب السمو الشيخ دمين بن حمد الثاني أمير دورة قطر فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم صاحب السمو الملك إلى أمير محمد بن سلمان وليعاهد المملكة العربية السعودية فخامة الرئيس جو بايدن أصحاب الجلالة والفخامة والسمو يسرني في البداية أن أتوجه بخالص الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسموه إلى العهد على استضافة هذه القمة الهامة وعلى حسن الاستقبال والتنظيم لإنجاحها السادة الكرام ينعقد هذا الاجتماع الهام في ظل ما يواجهه العالم من تحديات تضع على المحك قدرات المجتمع الدولي في تعزيز التعاون بين الدول لإيجاد حلول عادلة وواقعية للقضايا العالمية باحترام ما استقر في وجدان البشرية من قيم وأعراف ويدرك الجميع أنه لا أمن ولا استقرار ولا تنمية في ظل النزاعات وأن احتكام طراف النزاعات لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يوفر على شعوبها وعلى الإنسانية جمعاء الكثير من الضحايا والمعاسي ولكن كما هو معروف فإن القانون الدولي هو قانون عرفي لا يلزم إلا من تدفعه مبادئه أو محدودية قدراته للالتزام به ومنذ نهاية الحرب الباردة تتحاور الدول حول ضرورة وجود تحالفات لقوى دولية ملتزمة بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقادرة على فرض هيبتهما على نحو غير انتقائي بحيث لا تخضع لمصالح دول بعينها أو توجهاتها الأيدوليجية ولم يفلح المجتمع الدولي في ذلك حتى الآن ندرك جميعا أن الأزمات والحروب في أي منطقة تؤثر على العالم بأسره وللحرب في أوكرانيا ضحايا مباشرون وغير مباشرين فقد ساهمت هذه الحرب في مفاقمة أزمة اقتصادية قد تؤدي إلى كوارثة إنسانية ولا سيما حالة الدول النامية المستوردة للغذاء والنفط وفي هذه السياق فإن دولة قطر وفيما عدا تضامنها مع الضحايا ودعمها الجهود السياسية لنهاء هذه الحرب لن تذخر جهدا في العمل مع شركائها في المنطقة والعالم لضمان التدفق المستمر لإمدادات الطاقة السادة الكرام إننا نؤكد على أهمية العلاقات الخليجية والعربية عموما مع الولايات المتحدة وعلى ضرورة الحفاظ عليها وتعميقها ولا يخفى على أحدنا الدولة المحورية للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط والعالم إن تحقيق الاستغرار في منطقة الخليج ضروري ليس لها فحسب بل للمجتمع الدولي بأسره ونؤكد هنا على موقفنا الثابت بتجنيب منطقة الخليج والشرق الأوسط عموما مخاطر التسلح النووي مع الإقرار بحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفقا للقواعد الدولية كما نؤكد على ضرورة حل الخلافات في منطقتنا بالحوار القائم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتعزيز المصالح المشتركة والمشاركة في تحمل المسؤوليات إن المخاطر التي تحدق بمنطقة الشرق الأوسط في ظل الوضع الدولي متوتر تتطل بإيجاد حلا عادل ودائم للقضية الفلسطينية التي تشغل مكانة مركزية لدى شعوب عالمين العربي والإسلامي وقوى السلام في العالم أجمع لأنها قضية عادلة وذات حمولة رمزية كثيفة في الوقت ذاته وسيظل أهم مصادر التوتر وعدم الاستقرار قائماً ما لم تتوقف إسرائيل عن ممارساتها وانتهاكاتها للقانون الدولي المتمثلة في بناء المستوطنات وتغيير طابع مدينة القدس واستمرار فرض الحصار على غزة ولم يعد ممكن تفهم استمرار الاحتلال بسبب السياسات الانتقائية في تطبيق قرارات الشرعية الدولية وتفضيل سياسة القوة وفرض الأمر الواقع على مبادئ العدالة والإنصاف لقد أجمعت الدول العربية على الرغم من خلافاتها على مبادرة سلام عربي تعرب عن الاستعداد لتطبيع العلاقات معها جميعاً إذا وافقت إسرائيل على تسوية بناء على قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بالانسحاب إلى حدود عام 1967 ضمن اتفاقية سلام ولا يصح أن نتخلى عن مبادراتنا لمجرد أن إسرائيل ترفضها ولا يجوز أن يكون دور العرب اختراح التسويات ودور إسرائيل رفضها والزيادة في التعنت كلما قدم العرب تنازلات وكما أن لإسرائيل رأياً عام فإن لدينا أيضاً في العالم العربي رأينا العام إننا نتطلع إلى دور فاعل للولايات المتحدة في الدعوة إلى مفاوضات جادة لتسوية القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس مبدأ حل الدولتين الذي توافق عليها المجتمع الدولي بحيث لا يكون المقصود تفاوضاً من أجل التفاوض ولا لإهام أنفسنا أنه ثمت عملية سلاماً جارية السادة الكرام إننا نثمن الهدن بين الأطراف اليمنية ومبادرة المملكة العربية السعودية إلى طرحها ونتطلع إلى استمرارها حتى التوصل إلى حل لهذه الأزمة وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرارات مجلس الأمن وعموماً يجب أن نتفق على قواعد نحترمها جميعاً بحيث توجه عملنا لحل الأزمات في اليمن وليبيا وغيرها من الدول ومنها حصر أدوات العنف بين يدي الدولة والتمييز بين النظام التوافقي والمحاصصة فقد تتجاوز المحاصصة الشراكة في التمثيل السياسي إلى تقاسم الدولة ومؤسساتها كأنها غنيمة وبحيث لا تعود قادرة على القيام بمهامها هذه المبادئ تصلح أيضاً دليلاً موجهاً في العراق ولبلان التي تعيش عزماتاً من نوع آخر وبالنسبة لسوريا لا يجوز قبول الأمر الواقع الذي يعني استمرار الظلم الفضيع الذي يتعرض له الشعب السوري وعلينا جميعاً العمل من أجل التوصل إلى حلاً سياسي وفقاً لمقررات جنيف واحد بما يحقق تطلعات الشعب السوري وفيما يتجاوز مسؤولياتنا الإقليمية لا ننسى مسؤولية المشاركة في مواجهة التحديات التي تواجه الإنسانية جمعاً ومنها قضية التغير المناخي ونتطلع أن يحقق مؤتمر الأمم التحدى كوب 27 القادم في جمهورية مصر العربية توقعات المجتمع الدولي في هذا الشأن أدعو الله تعالى أن يكلن أعمال هذه القمة بالنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته